يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي رجب البرسي رحمة الله عليه أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي لا تغالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي وحق عينيك يا بقية الله لا أبالي بهذا الواقع البتري القذر أدوس عليه بحذائي لا أبالي لا أبالي لا أبالي لا أبالي آية الله التي إنها آية الله الحقيقية وليست تلك الحثالات المتعفنة إنني أتحدث عن الآية العظمى وعن الحجة الكبرى عن أمير المؤمنين آية الله التي في وصفها القول حلالي كم إلى كم أيها العاذل أكثر تجدالي رح رح إلى من هو ناجن واطرحني وضلالي ما شأنك بي رح رح إلى من هو ناجن واطرحني وضلالي إن حبي لوصي المصطفى عين الكمالي هو زادي في معادي ومعادي في مآلي وبه إكمال ديني بل هو حقيقة ديني وليس لي من دين غيره وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي يا أمير المؤمنين سلام 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 على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثامنة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العاملة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعت في إن كنت راغبا في إمامك بدأت حديثي عن مرحلة الظهور منذ الحلقة الماضية نقلت لكم في الحلقة الماضية عن مرحلة مكة وحوادثها بيّنت لكم من أنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل الصغيرة وإنما أنقل لكم ما أعتقد أنه يشكل لكم بانوراما واضحة صريحة بيّنة تستطيعون أن تنتفعوا منها في هذه الحلقة سأنتقل معكم إلى مرحلة المدينة وأحداثها هناك حدث كبير سيقع في المدينة سأحدثكم أولا عن قرقيسيا تستغربون كلامي ما علاقة المدينة المنورة بقرقيسيا اصبروا علي وستعرفون الحقيقة كاملة هذا العنوان قرقيسيا من العناوين المتداولة في أجواء الذين يتحدثون عن علامات الظهور وعن وقائع آخر الزمان إن كانوا من الوسط السني أو كانوا من الوسط الشيعي قرقيسيا هناك من يقول ويبدو أن القول هذا هو الأصح هناك من يقول من أن قرقيسيا تقع في سوريا قرب مدينة دير الزور ما بين العراق وسوريا وقديما كانوا يعدونها من أرض العراق وفي الحقيقة لا توجد حدود هذه الحدود جديدة الحدود ما بين الدول جديدة لم تكن هناك حدود بنحو دقيق كانوا يعدونها من أرض العراق وهذه منطقة واحدة منطقة الهلال الخصيب العراق وبلاد الشام على أي حال قرقيسيا ليست موجودة في زماننا كانت موجودة في السابق آثارها بقاياها لا زالت موجودة هي تقع عند الضفة اليمنى من نهر الخابور عند مصبه في نهر الفرات حالياً حالياً هي في الأراضي السورية تبعد عن مدينة دير الزور أربعين كيلو متر أتحدث عن الآثار هناك بلدة نشأت في المنطقة لكن لا شأن لنا بها حديثنا عن قرقيسيا هذه المنطقة حدثت فيها معارك في التأريخ كانت تحت الحكم الفارسي حينما كانت هذه المناطق من سوريا وهي جزء من العراق في السابق تحت الحكم الفارسي وبعد ذلك لما وقعت سوريا تحت حكم الرومان بنوا في هذه المنطقة قلعة ومعسكرا وسميت في وقتها بكاركيسيوم وهناك من يقول من أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأباطرة الرومان كاركيس سميت بكاركيسيوم لما وصل المسلمون في المعارك التي تعرف بمعارك الفتح الإسلامي بحسب كتب التأريخ أطلق على هذه المنطقة قاركيسيا إنه تعريب للأسماء فعرفت المنطقة بقاركيسيا هناك من يقول من أنها تقع في المساحة المشتركة ما بين سوريا وتركيا والعراق هناك مدينة قديمة في تلك المنطقة لا زالت آثارها موجودة في زماننا لا وجود لها إنها مدينة كاركيميش والتي تعني تل الجاموس لأن المنطقة تلك كان سكانها يربون الجاموس بكثرة كار بمعنى تل وكميش بمعنى الجاموس وحدثت معارك في التأريخ حتى قبل الميلاد معركة يتحدثون عنها في كتب التأريخ من المعارك الكبيرة جدا ويقولون من أن أعدادا هائلة من الناس قد قتلوا في تلك المعركة معركة دارت بين البابليين والأكراد والفرس من جهة وبين الآشوريين والمصريين من جهة أخرى وتغلب البابليون مع الأكراد والفرس على الآشوريين والمصريين هذا الكلام قبل الميلاد قبل الميلاد بقرون أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في تفاصيل هذه المعلومات التأريخية التي لا نملك دليلا على صحتها وإنما هي معطيات موجودة في كتب التأريخ فهناك من يقول من أن قرقيسياء في هذه المنطقة التي كانت فيها مدينة كاركميش وربما هي قرقيسياء لكن هذا الكلام ليس دقيقا هل هو احتمال يمكن أن يكون ذلك نحن لا نملك معلومات دقيقة عن الأسماء والمناطق ما قبل الميلاد وفي القرون القديمة جدا كل الذي عندنا احتمالات من خلال القرائن التي يمكن أن يجدها المتخصصون في الآثار المتبقية في الألواح التي كتبوا عليها ما كتبوا أو في الرسوم والنقوش أو غير ذلك كل هذا ليس مهما البرنامج ليس مختصا بهذه الموضوعات حديثنا عن بانوراما الظهور المهدوي هذا العنوان قرقيسياء إنها منطقة في منطقة الظهور وتحديدا في بلاد الشام وتحديدا في سوريا في الجهات القريبة من العراق من جهة منطقة الأنبار الأنبار في العراق وتقابلها قرقيسيا في الأراضي السورية بحسب الخرائط في زماننا وكما قلت قبل قليل من أن قرقيسيا ليست موجودة في أيامنا هذه هذا الكتاب الفتن وهو كتاب معروف لابن حمات من كتب المدرسة والمؤسسة والسقيفة المخالفة للعترة الطاهرة من كتب سقيفة بني ساعد الفتن للإمام الحافظ نعايم ابن حمات نعايم ابن حمات متوفى سنة ميتين وتسعة وعشرين للهجرة من القدمة هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا الطبعة الأولى 2003 ميلادي القاهرة مصر هذا الكتاب كتاب معروف ومشهور في الأوساط السنية وفي الأوساط الشيعية كتاب الفتن لابن حمات ابن حمات ممدوح عند علماء سقيفة بني ساعد بشخصه ممدوح وموثق لكنهم لا يوثقون كتابه هذا قد يقولون من أنه لم يكن ضابطا وحافظا ودقيقا في نقل الحديث وهذا الهراء نحن نعرفه ما هو البخاري ما ترك ابن زانية وما ترك قوادا إلا ونقل عنه في صحيحه ولم ينقل رواية واحدة عن جعفر بن محمد الصادق وحينما يعتذرون عن البخاري يقولون من أن البخاري ما كان يثق بنقل الإمام الصادق لماذا لأنه لم يكن ضابطا وحافظا للحديث بشكل دقيق أما أبناء الزواني والقوادون الذين نقل عنهم هؤلاء كانوا يضبطون الحديث بدقة متناية هذا الهراء نحن نعرفه كتاب الفتن في الحقيقة يضعفه علماء سقيفة بن ساعد لأن ابن حمد نقل فيه كثيرا عن العترة الطاهرة ومع ذلك فإنما نقله ابن حمد في كتاب الفتن عن العترة الطاهرة تعرض للتحريف والتحريف الواضح على مستوى اللغة وعلى مستوى المضامي لا أريد أن أسب كثيرا في الحديث عن هذا الكتاب بحسب هذه الطبعة في صفحة السادسة والستين بعد المئة إنه الحديث الحادي والستون بعد السبع مئة حديث نقله بسنده عن أرطات ابن المنذر وأرطات ابن المنذر لا ندري عن من نقله لأن ابن حمد نقله عن أرطات ابن المنذر وأرطات قال يجيء البربر حتى ينزل بين فلسطين والأردن والبربر هم قبائل الأمازيخ التي تقطن شمال أفريقيا يجيء البربر حتى ينزل بين فلسطين والأردن إلى أن يقول ويبلغ الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه فيلتقون بجبل الحصي فيهلك بينهما عالم كثير ويولي المشرقي منصرفا ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا الصخري هو السفياني فهو صخر ابن حرب إنه ينتسب إلى هذا النسب من هنا يقال له الصخري ينتسب إلى صخر ابن حرب ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا عند مجمع النهرين ومجمع النهرين الإشارة إلى نهر الخابور وهو يصب في نهر الفرات مثل ما حدثتكم قبل قليل عن موقع قرقيسيا من أنها تقع عند ضفة اليمنى من نهر الخابور حينما يكون في منطقة مصبه في نهر الفرات ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا عند مجمع النهرين إلى آخر الكلام الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أقف عندها لا أعبأ بها خلاصة الكلام هناك معركة عند قرقيسيا يشترك فيها السفياني أيضا في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة رقم الحديث 797 أيضا عن أرطات ولا ندري عن من نقل الحديث لأن الحديث يبدأ إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق إلى أن يقول الحديث ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم لا ندري من أين نقل الأخبار أرطات الحديث الأول لا ندري الحديث الثاني أيضا لا ندري صفحة 183 رقم الحديث 838 هذا الحديث نقله ابن حمد بسنده عن أبي رومان عن علي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بحسب ما يقول الأبو رومان يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسيا حتى يشبع طير السماء وسباع الأرض من جيثهم الحديث الذي بعده الحديث الذي بعده عن عمار بن ياسر لكن عمار لم يبين لنا نقل الحديث عن من وإن كنا في كتبنا الشيعية حينما ننقل حديثا بسند شيعي عن عمار بن ياسر فإننا نعتقد أن عمار بن ياسر ينقل الحديث إما عن رسول الله وإما عن أمير المؤمنين أما والكلام في أسانيد المخالفين لا ندري عن من نقل عمار بن ياسر آكذا جاء في الخبر 839 رقم الحديث عمار بن ياسر يقول فيتبع عبد الله عبد الله هناك قائدان هناك حاكمان كل واحد منهما اسمه عبد الله فيتبع عبد الله عبد الله فتلتقي جنودهما بقرقيسياء على النهر فيكون قتال عظيم إلى آخر ما جاء من كلام إلى أن تقول الرواية ثم يظهر إلى أن تقول الرواية ثم يظهر السفياني بالشام على الرايات الثلاث ثم يكون لهم وقعة بعد قرقيسياء عظيم من خلال هذه الروايات هناك أكثر من وقعة ستكون بقرقيسيا صفحة 187 رقم الحديث 850 أيضا عن أرطات ولا ندري عن من نقل أرطات عن أرطات قال يدخل السفياني الكوفة فيسبيها ثلاثة أيام ويقتل من أهلها ستين ألفا ثم يمكث فيها ثمانية عشر ليلة يقسم أموالها ودخوله الكوفة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسيا هذه أحاديث ابن حمد وهناك غيره أيضا من محدثي المخالفين نقل هذه الأحاديث لكنني جئت بكتاب الفتن لأنه من أقدم كتبهم ومن أكثرها اهتماما بواقعة قرقيسيا إذا أردنا أن نقبل هذه الأخبار وأن نأخذ هذه الأحاديث بنظر الاعتبار مع أنها لا تستحق ذلك لكننا إذا أردنا أن نأخذ هذه الأحاديث بنظر الاعتبار فإن الأحاديث تتحدث عن أكثر من معركة ستكون في هذه المنطقة إذا كنا ننظر إلى زماننا المنطقة مرشحة أتحدث عن سوريا بشكل عام قرقيسيا أو غير قرقيسيا هذه المنطقة مرشحة لأن تكون ساحة للقتال ولأكثر من معركة هذه الروايات قطعا قطعا فيها معلومات صحيحة تلتقي مع أحاديث العترة الطاهرة لكنها تعرضت إلى تحريف واضح وإلى تبديل وتغيير وتقديم وتأخير في مضامينها إذا أردنا أن ننظر إلى واقع اليوم على افتراضي أن الأحاديث تتحدث تتحدث عن واقع اليوم في بلاد الشام وفي سوريا تحديدا فإن الأراضي السورية مرشحة لمثل هذه المعارك قد تكون المعارك كبيرة قد تكون المعارك صغيرة هذا أمر راجع لسياق الأحداث وأسبابها وسائر الملابسات الأخرى التي تحيط بتلك الوقاع إذن شيء نلخصه من كل تلك الأحاديث هناك أكثر من معركة في قرقيسيا لكن المعركة الأهم هي معركة السفياني في قرقيسيا وكان هذا الأمر واضحا في الأحاديث المتقدمة الذكر والتي قرأت منها ما يمثل موطن الحاج هناك حديث طويل مفصل منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحديث بطوله وبصيغته الكاملة موجود في كتاب عقد الدرار وهناك من يقرأه عقد الدرار العقد القلادة وعقد الدرار أي نظمها حينما نقوم بعملية نظم للدرار فهي عملية عقد لها لكن حينما نقول عقد الدرار يعني أن الدرار قد نظمت في قلادة ليس مهما عقد الدرار عقد الدرار من كتب المخالفين أيضا لعالم ومحدث من علمائهم ومحدثيهم من علماء القرن السابع الهجري إنه يوسف ابن يحيى المقدس عقد الدرار في أخبار في أخبار المنتظر حديث طويل مروي عن أمير المؤمنين بهذا النص الذي جاء في عقد الدرار أو في عقد الدرار ليس موجودا في كتبنا بحدود اطلاعي لكن جملة من المطالب التي ذكرت في هذا الحديث الطويل المنقول عن أمير المؤمنين جملة من المطالب التي ذكرت فيه في كتبنا في رواياتنا وأحاديثنا جاء فيه والكلام عن السفياني فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام إلى أن يقول الحديث ثم يسير يسير السفياني إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة ولا يبقى بلد إلا بلغه خبره فيداخلهم من ذلك الجزع بسبب انتصاره هذا الحديث طويل والحديث أيضا يشير إلى أن السفيانية ستكون له معركة ستكون له وقعة عسكرية في قرقيسيا في الكتب الشيعية على سبيل المثال هذا كتاب الغيبة للطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المائتي نقل خبرا ب سند من أسانيد مخالفي أهل البيت عن عمار بن ياسر مر علينا في كتاب الفتن عمار بن ياسر لم ينقل الحديثة عن جهة معلومة عن عمار بن ياسر أنه قال إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان إلى أن يقول وَيَسْبِقُ وَيَسْبِهِ وَيَسْبِهِ معركة المائتين يوجد تفريق بين الاثنين لكن في الإجمال المائدة والمأدبة بمعنى واحد إن إن لله مائدة وفي غير هذه الرواية مأدبة بقرقيسيا يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبار الرواية تتحدث عن معركة عظيمة في قرقيسيا لكنها ما أشارت إلى أن المعركة هذه هل هي المعركة التي تكون قبل ظهور السفياني أم هي معركة السفياني الرواية تحدثت عن معركة هائلة تكون في هذه المنطقة إن لله مائدة بقرقيسيا يطلع مطلع من السماء ليس بالضرورة أن يسمع الناس صوت هذا المنادي وإنما الحديث هنا عن أن البهائم الحيوانات ستصلها بطريقة وبأخر معلومة معلومة عن هذه الواقعة يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين وكل ذلك كناية عن كثرة القتلى غاية الأمر في كل هذه التعابير أن ندرك أن المعركة عظيمة وهائلة جدا وأن القتلى أعدادهم كثيرة فوق حد تصورنا وكذلك الحديث السابع والستون إنه مروي عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في صفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين الحديث طويل والإمام يحدث جابرا الجعفي عن الوقائع والعلائم التي منها ما يكون في مرحلة الإرهاصات ومنها ما يكون في مرحلة العلامات الحتمية الحديث عن السفياني فيقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل الأصهب ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق ويمر جيشه بقرقيسيا لأن قرقيسيا ستقع في طريقه إلى العراق كما بيّنت لكم قبل قليل هي تقابل منطقة الأنبار في الأراضي السورية ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتلون بها فيقتل بها من الجبارين مئة ألف وهذا العدد ليس بالضرورة أن يكون على سبيل الحصر وإنما هذه الأعداد تشير إلى الكثرة المتكاثرة إلى أن المعركة ستقتل فيها أعداد كثيرة وكثيرة جدا صفحة ثلاثمية وخمستعاش إنه الحديث الثاني عشر بسند النعماني عن عبد الله بن أبي يعفور عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إن لولد العباسي والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزوار وهنا شددت الو الحزوار والقراعتان صحيحتان يشيب فيها الغلام الحزوار أو الغلام الحزوار الغلام الحزوار الغلام الحزوار هو الغلام حينما يدرك حينما يصل إلى سن البلوخ وهو قد اشتد عوده وبانت عليه القوة في جسده هذا هو الغلام الحزوار إن لولد العباسي والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزوار ويرفع الله عنهم النصر لا هذا ينتصر ولا هذا ينتصر وسيستمر القتال ويرفع الله عنهم النصر ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض مثل ما قلت لكم قبل قليل ما هو بنداء مسموع إنما هي معلومة تصل إلى هذه الحيوانات بالأسباب والطرق التي تصل المعلومات إليها ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض إشبع من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني ثم يخرج السفياني إما أن المراد أن المعركة هذه هي هي التي تكون قبل خروج السفياني وإما أن المراد من أن السفيانية يخرج من المعركة منتصرا فهي معركة السفياني لا توجد عندنا تفاصيل كثيرة عن معارك قرقيسيا خلاصة كل الذي مر ذكره في ما نقل في كتب السنة عن الصحابة وغيرهم أو ما نقل عن أمير المؤمنين أو ما نقل في كتبنا عن الصحابة وعن العترة الطاهرة كل الذي جاء في هذه الأحاديث هناك منطقة قرقيسيا وهي في سوريا أكثر من معركة ستكون في هذه المنطقة معركة قبل السفياني وهناك معركة يشترك فيها السفياني وبعد أن ينتصر في المعركة يتوجه إلى العراق تتوجه جيوشه إلى العراق هو لا يدخل العراق وإنما يرسل جيشا إلى العراق وصف واضح في أكثر هذه الروايات من أن طيور السماء ومن أن سباع الأرض ستجتمع في هذه الأرض كي تأكل من تلك الأجساد الكثيرة والكثيرة والكثيرة جدا من ضحايا تلك المعارك الصورة ليست واضحة إلى هنا أتوقف أعود إلى المدينة بعد ذلك ستعرفون لماذا حدثكم عن قرقيسيا نذهب إلى فاصل أحدثكم عن فتنة المدينة إنها فتنة كبيرة ولن تكون خاصة بالمدينة لكن الواقعة ستكون في المدينة المنورة ما هي بفتنة وإنما ضلال الناس يجعلها فتنة في الحقيقة هي بيان للحق وتوضيح للهدى وتطبيق للعدل لكن الناس بسبب ضلالهم سيحولونها إلى فتنة إنها الفتنة الأعظم التي لا تماثلها فتنة مرت في تأريخ البشرية لست أنا الذي أقول الأحاديث الشريفة في ثقافة العترة الطاهرة هي التي تقول ذلك شيئت الكلام تدريجيا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في صفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة بسنده والمجلسي نقلها عن الصدوق بسنده بسند المجلسي والصدوق عن عبد العظيم الحسني عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه إمامنا الجواد يحدث عبد العظيم الحسني عن قائم آل محمد إلى أن يقول جواد الأئمة فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره الحديث عن الأمة المعدودة وعن الحلقة أيضاً ومر الكلام في هذا فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره فإذا فإذا أكمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل قال عبد العظيم عبد العظيم الحسني فقلت له يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة المدينة المنورة أخرج اللات والعز فأحرقهما في ثقافة العترة الطاهرة هناك مجموعة من المصطلحات هي جزء من معارض كلامهم يعبرون بتلك المصطلحات عن أبي بكر وعمر فتارة يعبرون عن الاثنين بالأعرابيين وتارة يعبرون عن الاثنين بالأول والثاني وأخرى بفلان وفلان وأخرى بأزرق وزريق وأخرى بحبتر وزريق وأخرى بالعجل والسامري وأخرى باللات والعزة هذه التعابير منتشرة في أحاديث العترة الطاهرة هي جزء من معارض كلامهم يعبرون عن أبي بكر وعمر بهذه المصطلحات فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزة يعني أبا بكر وعمر أخرجهما من قبريهما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله فأحرقهما الروايات ستخبرنا من أن الإمام سيخرج جسدين طريين كاملين ستأتينا الروايات في الجزء نفسه صفحة 386 إنه الحديث المئتان عن بشير النبال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول لبشير النبال هل تدري هل تدري أول ما يبدأ به القائم قلت لا قال يخرج هذين هذين هذه الإشارة معلومة معروفة في تعابير الأئمة تشير إلى أبي بكر وعمر يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح وماذا نقرأ أيضا في الأحاديث هذا هو الجزء الأول من كمال الدين وإثمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى حديث طويل في الصفحة السادسة والتسعين والتي بعدها إنه الحديث السابع والعشرون بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء إنه حديث الإسراء والمعراج الحديث فيه الكثير من التفاصيل أذهب إلى موطن الحاجة فقال عز وجل الله يقول لمحمد صلى الله عليه وآله ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسني والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري قلت يا ربي من هؤلاء قال هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرم حرامي وبه أن تقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي هذا كلام الله ينقله لنا رسول الله وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والجاحدين والكافرين فيخرج اللات والعزة طريين فيحرقهما فلفتنة الناس بهما يومئذين أشد من فتنة العجل والسامري في زمن موسى وهارون فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل والسامري وماذا بعد ونقرأ أيضا في مشارق عنوار اليقين لرجب البرسي من أعلام القرن الثامن الهجري هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدسة إنها الطبعة الأولى مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين في صفحة السادسة والأربعين بعد المئة ينقل رجب البرسي رواية عن محمد بن سنان هذا الكتاب تعرض إلى تحريف لأن الذي جاء في الرواية أن محمد بن سنان هو الذي سمع أمير المؤمنين قطعا محمد بن سنان لم يكن في زمان أمير المؤمنين إلا إذا افترضنا أن رجلا كان بهذا الاسم ونحن لا نعرف رجلا بهذا الاسم في أصحاب أمير المؤمنين قطعا هناك شيء من الكلام قد تعرض للتحريف والحذف أمير المؤمنين يقول لعمار يا مغرور إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمار عبد أم معمار هو أبو لؤلؤته فيروز أنها وندي الذي قتل عمر بن الخطاب هذا هو عبد أم معمار يا مغرور إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمار تحكم عليه جورا هناك واقعة لها تفصيل لا أجد مجالا للحديث عنها فيما يرتبط بما دار بين أبي لؤلؤة فيروز أنها وندي وبين عمر بن الخطاب تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا فيدخل بذلك الجنة على رغم منك وأن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه يعني أبا بكر صلبا وهتكا تخرجاني من عند رسول الله فتصلباني على أغصاني دوحة يابسة فتورق تورق تلك الشجرة اليابسة فيفتتن بذاك من والاك فقال عمر ومن يفعل ذاك يا أبا الحسن فقال قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادها فرقوا بين السيوف وأغمادها إنهم في حالة حرب وجهات إنه الفتح قال قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادها ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق ثم يأتي ريح فينسفكما في اليم نسفة هذه الروايات تعرضت للتحريف وللتصحيف لخطورة مضامينها وماذا نقرأ أيضا في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة صفحة أربعمية إنه الحديث الثامن عشر بسنده عن محمد بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثني زكريا بن آدم قال إني لعند الرضا إذ جاء بأبي جعفر أبو جعفر هو إمامنا الجوات ابن إمامنا الرضا زكريا بن آدم هذا الذي يصفه إمامنا الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا هو الذي يحدثنا ماذا يحدث المأمون على الدين والدنيا يقول إني لعند الرضا إذ جاء بأبي جعفر وسنه أقل من أربع سنين فضرب بيده إلى الأرض من هو أبو جعفر الجواد فضرب بيده إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر فقال له الرضا إما فأطال الفكر أو فأطال الفكر المعنى واحد فقال له الرضا بنفسي أنت لمطال فكرك فقال جواد الأئمة في صغر سنه فيما صنع بأم فاطمة فيما صنع بأم فاطمة حينما أحرقوا بيتها وقتلوها وعذبوها حتى ماتت من ذلك التعذيب فيما صنع بأم فاطمة أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفا إنه يتحدث عن ولده عن صاحب الأمر وهذا أيضا من معاريض كلامهم هم قالوا لنا ما ينسب إلى الرجل قد لا ينسب إليه بنحو مباشر وإنما ينسب إلى ولده أو حفيده فاستدناه وقبل ما بين عينيه ثم قال بأبي أنت وأمي أنت لها أنت لها يعني الإمامة وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه صفحة أربعمية وخمسة وخمسين الحديث التاسع والثلاثون الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده عن أبي الجارود عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سألته متى يقوم قائمكم فجاء الكلام إلى أن يقول إمامنا الباقر ثم يدخل المسجد من الذي يدخل المسجد قائم آل محمد يدخل مسجد النبي ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض إنه الحائط المبني عند قبر أبي بكر وعمار حتى يضعه إلى الأرض ثم يخرج الأزرق وزريق وهذا التعبير بحسب ثقافة العترة الطاهرة وبحسب لحن قولهم يعود بنا إلى سورة طاها وإلى الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق هؤلاء التعبير مشتق من هذه الآية هذا ما هو كلامي هذا كلامهم وحديثهم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق هؤلاء هم المجرمون ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبان فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموت فيقتل منهم خمسمائة مرتاب في جوف المسجد في داخل المسجد ثم يحرقهما يحرق الأزرق وزريق ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين وذلك الحطب عندنا نتوارثه وذلك الحطب عندنا نتوارثه قد تستغربون هذه المعاني هناك مساحات ترتبط بشؤون الأئمة نحن لا نطلع عليها أتعلمون في أحاديث الأئمة أن خزانة المعصوم في فص خاتمه ففي ففي فص خاتمه خزانة هائلة أن خزانة المعصوم في فص خاتمه لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الكلام طويل طويل وسيذهب بي بعيدا عن مقصد في هذه الحلقة حينما أرادوا إحراق بيت فاطمة جاءوا بكمية هائلة من الحطب ربما يتصور البعض من الشيعة من أن الحطب جمع على باب دار فاطمة الحطب وضعوه على كل أجزاء بيت فاطمة غطي بيت فاطمة بالحطب هم أرادوا إحراق البيت ما أرادوا إحراق الباب ولكن عملية الإحراق تبدأ من مكان فبدأت من عند الباب كثرة الناس وتفاصيل الواقعة أدى إلى أن النار قد انطفأت وإلا فإن الحطب الذي جاءوا به كان كثيرا جدا الذين نقلوا الحطب وجاءوا في الهجمة على بيت فاطمة في اللحظة الأولى أتعلمون كم عددهم ثلاثمئة ثلاث ثلاثمئة من الصحابة يقودهم عمر بن الخطاب ومعه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وسائر الصحابة الباقين الذين حضروا في واقعة رزية الخميس وسبوا رسول الله وأساءوا إليه فطردهم رسول الله من مجلسه فجاءوا مجتمعين ووضعوا الحطب على بيت علي وفاطمة من جميع الجهات هذا هو الحطب الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر هنا فهذا الحطب حفظ بطريقة غيبية عند العترة الطاهرة وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة يهدم قصر المدينة يقصد بقصر المدينة مسجد المدينة إنه مسجد النبي هذا البناء بناء الملوك بنوا لهم قصرا الإمام سيهدمه وسيعيد بناءه بحسب الهندسة الإلهية التي هو يريدها ما سماه مسجدا سماه قصرا لأن الحكام لم يكونوا قد بنوا مسجدا إنما بنوا مكانا يضحكون على الناس به ثم يحرقوهما بالحطب الذي جمعه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة وتستمر الرواية مباشرة الإمام يقول ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية هناك ارتباط بين هذه الواقعة وهذه الواقعة لذا فإن الإمام الباقرة أوردها مباشرة فهؤلاء امتداد لتلك السقيفة المشؤومة ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح جاءوا بكل أسلحتهم قراء القرآن يمكن أن تقرأ قراء القرآن قراء القرآن الإعراب يختلف قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم هم قرحوها بالأساليب الشيطانية المبتدعة ليست العبادة هي التي قد قرحت جباههم قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك إلى آخر ما جاء في الرواية سنعود إليها حينما نتحدث عن أحداث الكوفة والنجف وكربلاء لكن الحديث عن البتريين جاء مباشرة بعد الحديث عن فتنة المدينة لأن البتريين يتفرعون عن سقيفة بني ساعد عن سقيفة المدينة نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجة عليه السلام للمحدث النيلي النجفي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وطبعة الثانية ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وتسعة وثلاثين عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إذا قدم القائم قدم إلى المدينة وهم أن يكسر الحائط الذي على القبر بعث الله ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد منهم فيأخذ المعول فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد منهم فيأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب بالمعول فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه لا توجد براءة كاملة حتى عند أصحابه لأن البراءة الكاملة فقط في قلب المعصوم هناك قذر إنها القذارة البترية فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه بمستوى براءتهم فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين طريين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما فيحرقهما ثم يذريهما في الريح الروايات واضحة هناك روايات أخرى وتفاصيل أخرى لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل شيء إنما هي جولة في كتبنا الحديثية نقلت لكم هذه المضامين من حديث رسول الله في الإسراء والمعراج وما قاله الله سبحانه وتعالى بخصوص هذه الفتنة ونقلت لكم حديث أمير المؤمنين مع عمر في زمان خلافة عمر ونقلت لكم أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه كتبنا الحديثية وهذه مصادرنا هذه الواقعة حقيقية لا بد أن تقع لا بد أن تقع وإلا كيف ستكشف الحقائق سيترتب على هذا ما يترتب من الأحداث والتفاصيل هناك حديث طويل مفصل جاء في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس لكن الحديث لا يخلو من الطراب لذلك لضيق الوقت لن أقف عنده طويلا وإنما سأذهب إلى مقطع أو مقطعين منه فبعد أن يقوم إمامنا بإخراج الإثنين من قبريهما جاء في هذا الحديث المروي عن إمامنا الصادق حدثنا به المفضل بن عمر الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول فيقول المرتابون من أهل ولايتهما هذا والله الشرف حقا لأن الناس ترى من أن الرجلين الذين أخرجا من قبريهما وقد ماتا قبل ذلك بقرون وقرون ها هما طريان أجسادهما طرية فيقول المرتابون من أهل ولايتهما هذا والله الشرف حقا ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما ويخبر ويخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما هذا في الجو الشيعي الحدث الحدث سيكون عالميا سينقل عبر وسائل الإعلام نقلا مباشرا وقد تكون أجهزة النقل المباشر في زمن الظهور إن لم يكن في زماننا تكون أكثر تطورا ويخبر يصل الخبر إلى الشيعة الذين يخفون أنفسهم يخفون عقائدهم من أنهم يحبون هذين ويخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما وولايتهما فيحضرونهما يأتون لزيارة الجسدين لأن الروايات حدثتنا أيضا من أن الإمام سيتركهما على تلك الشجرة اليابسة التي ستخضر وتورق فيحضرونهما ويرونهما ويفتنون بهما وينادي منادي المهدي كل من أحب صاحبي رسول الله وضجيعيه ضجيعيه في الدفن في القبور وضجيعيه فلينفر جانبا فتتجزأ الخلق جزئين أحدهما موال والآخر متبرئ منهما إنني أحدثكم بنحو إجمالي هناك الكثير من التفاصيل المطالب ستتضح شيئا فشيئا وماذا بعد الخبر ينتشر الإمام حين ترك مكة نصب عليها واليا من خواصه من أهل بيته فحينما ينتشر الخبر فإن الناس في مكة ستهجم على الوال الذي نصبه الإمام ويقتلونه في الخبر نفسه المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال المفضل يا سيدي يخاطب الصادقة صلوات الله عليه يا سيدي يقيم بمكة هل أن الإمام الحجة يقيم بمكة قال لا يا مفضل بل يستخلف منها رجلا من أهله فإذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه هناك رواية تخبرنا كيف تمت عملية القتل ولماذا بل يستخلف منها رجلا من أهله فإذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه فيرجعوا إليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤوسهم يبكون ويتضرعون ويقولون يا مهدي آل محمد التوبة التوبة فيعظهم وينذرهم ويحذرهم ويستخلف عليهم منهم خليفة من نفس أهل مكة ويسير فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء النقباء هم خواص أنصاره من البشر لماذا لم يرسل إليهم قوة بشرية لأن الفتنة كانت وستكون مستحكمة جدا ومستحكمة جدا فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم ارجعوا فلا تبقوا منهم بشرا إلا من آمن فلولا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة الإمام يقول له فلولا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة لرجعت إليهم معكم فقد قطعوا الأعذار بينهم وبين الله وبيني وبينهم فيرجعون إليهم فوالله لا يسلم من المئة منهم واحد لا والله ولا من ألف واحد في الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثانية والستين من حديث طويل إنه الحديث التاسع والأربعون عن عبد الأعلى الحلبي قال قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه فعبد الأعلى الحلبي يروي عن إمامنا الجواد إمامنا الجواد صلوات الله عليه بخصوص هذه الواقعة يقول ثم يدخل المدينة بعد أن استقر الأمر في مكة يتوجه إمامنا إلى المدينة ثم يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش الوجوه البارزة في المجتمع إنهم أولاد المهاجرين ثم يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش وهو قول علي بن أبي طالب والله لودت قريش أي عندها موقفا واحدا جزر جزور بكل ما ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت أن قريش لو تعلم ماذا سيجري عليها بسبب جفائها لقائم آل محمد ماذا ستكون عقوبتها لو استطاعت أن تدفع كل شيء لدفعت لكن ذلك لن يكون ثم يحدث حدثا يحدث حدثا الإمام يشير إلى نبش القبرين ثم يحدث حدثا فإذا هو فعل ذلك قالت قريش أخرج بنا إلى هذا الطاغية فوالله لو كان محمديا ما فعل ولو كان علويا ما فعل ولو كان فاطميا ما فعل هنا يخرجون عليه في مكة فيقتلون الأمير الذي ينصبه الإمام ويخرجون عليه في المدينة فيمنحه الله أكتافهم أي يفرون بين يديه هذا تعبير كنائي فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية وهذه تعابير تناسب الحروب في تلك الأزمنة التي كان الأئمة يتحدثون فيها وإنما ستكون الحروب بطريقة أخرى في زمن الظهور الشريف فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية ثم ينتقل حتى ينطلق ينزل الشقرة وشقرة موضع في الحجاز قريب من المدينة ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله قتلوا عامله في مكة فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء وقد تقصد الرواية من أن الذين في المدينة يقتلون عامله في المدينة لأن واقعة الحرة كانت في المدينة إنها الواقعة التي حدثت زمان يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما واقعة لها تفصيل المقام ليس منعقدا للحديث عنها ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغ وأنهم قد قتلوا عامله قد يكون الكلام عن مكة وقد يكون الكلام عن المدينة لكن القرائنة تشير إلى المدينة فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه الحديث طويل هذه الوقائع التي ستقع في مكة وفي المدينة الارتداد والعصيان والحرب مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي من آثار الواقعة التي يقوم الإمام الحجة بإخراج جسدي الأول والثاني لبيان الحقيقة لكشف الحقيقة في الثقافة الشعية العميقة أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة عندنا هناك قانون إنه قانون نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها الذين يدفنون في النجف مثلا الناس تتصور أن موتاهم حينما يدفنون في النجف فإن أجسادهم ستبقى في تلك القبور قطعا هناك من الموتى الذين ستبقى أجسادهم في قبورهم ولكن هناك من الموتى أيضا تنقل أجسادهم هناك قانون نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها الملائكة النقالة الملائكة النقالة وظيفتها نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها في الثقافة الشعية العميقة فإن أبا بكر وعمر قد نقل من قبريهما والذان دفن في جوار رسول الله سلمان وعبو ذار إذن ما هذه الحكاية في أن الإمام الحجة يخرج الجسدين وهل أن الجسدين طرياني إلى اللحظة التي يقوم الإمام بإخراجهما هذا جزء من ولايته التكوينية هذا جزء من أمر يقوم به الإمام لبيان الحقيقة لكشف الأمر ولذا سيكون الأمر على العرب شديدا على العرب شديدا هنا سيأتي الحديث عن معركة قرقيسيا التي يقتل فيها الجبارون هذه معركة الإمام الحجة صلوات الله عليه هي أكبر معركة سيقودها الإمام الحجة معركة قرقيسيا لا شأن لي بما مر من حديث عن معركة قرقيسيا قبل ظهور السفياني أو أن السفيانية سيقود معركة وينتصر فيها كل هذا الكلام لا علاقة لي به هناك خبط وخلط بين الروايات والأحاديث أقرأ عليكم هذه الرواية من منتخب الأنوار المضيئة في صفحة الثامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة محمد بن عجلان يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن وقعة قرقيسيا فقال إن القائم إذا قام فنبشهما تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما لماذا بقرقيسيا لأن السفيانية هناك لأن السفيانية هناك وهو أعدى الناس وأكثر الناس حقدا على إمام زماننا وقرقيسيا قريبة من العراق فهم يعرفون بعد نبش القبرين سيتوجه الإمام إلى العراق إلى عاصمته وحركة البتريين ما هي ببعيدة عن هذه الواقعة لأن جيش السفياني الذي سيصل إلى الكوفة سيرحب به في الكوفة وسيحط رحله قائد جيش السفياني في رحبتكم في رحبة الكوفة والأحاديث تخبرنا من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني من هنا مر علينا قبل قليل كيف أن الإمام الباقرة بعد أن تحدث عن نمش القبرين انتقل مباشرة للحديث عن البتريين في النجف محمد محمد ابن عجلان يقول سألت أبا عبد الله عن وقعة قرقيسيا فقال إن القائم إذا قام فنبشهما تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما فيقول اليمن اليمنيون فينا الأمير ويقول مضر المضريون من الأمير المضريون الحجازيون من السعودية فيوقع الله بأسهم بينهم ويقع الصبر عليهم ويرتفع النصر يقع الصبر عليهم يتحملون طول القتال وشدة القتال من دون أن ينتصر هذا الطرف على هذا الطرف أو ذاك الطرف على هذا الطرف فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يبقى منهم إلا الحفالة الحفالة البقية الباقية الرديئة فيقتل بعضهم بعضا قوات النخبة الأسلحة الفتاكة ستنتهي فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يبقى منهم إلا الحفالة ويغتدي عليهم صاحب الأمر وجنده فلا يبقي منهم أحدا تنتهي الجيوش العربية ولذا فإن الإمام يقول إن لله في كل حين مأدبة وله بقرقيسيا مأدبة يقتل فيها سبعون ألف جبار هذه الأعداد ليست للتعيين الرقمي الرياضي الإحصائي المحدد وإنما تشير إلى الكثرة المتكاثرة يقتل فيها سبعون ألف جبار عليهم سيوف محلات السيوف المحلات هي السيوف التي لها خصوصية إنها مزينة إنها سيوف الفرسان عامة الجند لا تكون سيوفهم محلات سيوف الملوك والوزراء والقادة وكبار الجيش والفرسان المشهورون تكون سيوفهم محلات قطعا التعابير تناسب الزمان الذي قيلت فيه هذه الأحاديث إن القائمة إذا قام فنبشهما تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما والروايات تقول من أن السفياني إذا وصل إلى قرقيسيا يبعث جيشا إلى الكوفة هذا هو صاحب السفياني الذي سيحط رحله في الكوفة في النجف في رحبتكم وسيكون مرحبا به لأنه سيرفع نداء من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيبادر الجار لقتل جاره هذا يعني أن النجف ستكون خلية من شيعة علي إذا من هم الذين يقطنون في النجف إنهم البتريون البتريون والذين سيخرجون لحرب الإمام بعد ذلك هذه معركة قرقيسيا الروايات التي تقدمت في كتب السنة كانت محرفة أما في أحاديثنا فإن الأحاديث كانت عامة أنا أنا أنكر أن حروبا قد تقع في هذه المنطقة قبل هذه الواقعة لكن الحروب التي تقع قبل هذه الواقعة لا تحمل هذه الخصوصية حتى في كتاب العهد الجديد وهو الكتاب المقدس عند النصارى إنجيل النصارى مجموعة أناجيل النصارى إذا أردت أن أكون دقيقا في التعبير في رؤيا يوحنى هذه الطبعة طبعة دار المشرق جمعيات الكتاب المقدس في المشرق بيروت لبنان رؤيا يوحنى السفر الأخير في الكتاب المقدس للعهد الجديد في الأصحاح التاسع عشر ومن الفقرة الحادية بعد العاشرة وما بعدها قطعا هذه الكتب تعرضت للتحريف مثلما تعرضت كتبنا ورواياتنا ومثلما تعرضت كتب السنة ورواياته كتب الأديان عموما تعرضت للتحريف لكننا نستطيع أن نجد بقايا الحقيقة واضحة في هذه الكتب المحرفة مثلما مر علينا في كتاب نعيم بن حمات هناك حديث عن معركة كبيرة وعن قتل الجبارين ولكنها حرفت باتجاهات أخرى ورأيت السماء مفتوحة يوحنى في هذه الرؤية هكذا يقول ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق بالله عليكم هل من أسماء عيسى الأمين الصادق عيسى أمين وصادق وهل هناك من قائل مؤمن بالله لا يقول بهذا عيسى أمين وصادق لا شك في هذا وهذا الوصف ينطبق على كل الأنبياء لكن الوصف هذا وصف خاص برسول الله وقائم آل محمد أخلاقه أخلاق رسول الله قائم آل محمد هو هو رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا هو هو الأمين الصادق اسمه اسمي وكنيته كنيتي والألقاب هي الألقاب لا كما يضحك عليكم علماء السنة من أن النبي قال من أن المهدية اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي هذا هو المهدي العباسي المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله لما ولد له ولد سماه محمد المهدي أراد أن يواجه حركة الحسنيين الزيدية فمحمد ابن عبد الله المحض كان الحسنيون الزيديون يدعون له المهدوية محمد ابن عبد الله المحض والذي بايعه الدوانيق على ذلك أيام الدولة الأموية ولكن تغيرت الأمور وصارت الدولة عباسية والدوانيقي قتل محمد ابن عبد الله المحض وهو من أحفاد إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه لكن الرجل شط به الطريق فدعا ما دعا فماذا فعل الدوانيقي سمى ولده محمدا المهدي وهو عبد الله لأجل تضييع تلك الفكرة الحسنية الزيديية من أن المهدية هو محمد ابن عبد الله المحض وعبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى والحسن المثنى هو ابن الحسن السبط صلوات الله عليه حكاية لا تفاصيلها من هنا وضع الأحاديث من أن المهدية اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي لأن الدوانيقي اسمه عبد الله أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله وسمى ولده محمدا المهدي فوضعت هذه الأحاديث مسخرة هذا الدين مسخرة ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا وما كان لأولهم فهو لآخرهم له له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم مر علينا يوم أمس إنه قميص رسول الله مرت الرواية علينا ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمة الله إنهم كلمات بارينا التامات كلمات الله التامات واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا الملائكة الذين نزلوا في بدر هذه أوصافهم والروايات تخبرنا بأن ملائكة بدر سيكونون في جيش إمام زماننا فملائكة بدر كانوا يلبسون البياض وعمائمهم بيضاء وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد ذو الفقار ها هو ذو الفقار هذه هي العصا من الحديد التي نزلت من السماء لرسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاها لعلي وهي هي في يد القائم صلوات الله عليه وهنا يأتي الكلام المحرف ويدوس في معصرة خمرة سورة غضب الله القدير وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب ورأيت ملاكا قائما على الشمس فأخذ يصيح بصوت جهير فيقول لجميع الطيور الطائرة في كبد السماء تعالي فاجتمعي في مأدبة الله الكبرى تأكلي لحمان الملوك ولحمان القواد ولحمان الأقوياء ولحمان الخيل وفرسانها ولحمان جميع الناس من أحرار وعبيد وصغار وكبار إنها قرقيسياء القائم هذه قرقيسياء القائم التي هي من آثار فتنة المدينة وقت الحلقة انتهى الموضوع حساس ودقيق جدا جدا لم يكتم الحديث أتمنى أن تنتظر بقية الحديث في حلقة يوم غد كي تكون الصورة كاملة واضحة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي تريدون أن تكونوا مع إمام زمانكم أم مع الذين سيقتلون بقرقيسياء كونوا زهرائيين زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن مراجع النجف وكربل طوسيون هم بتريون هم هم والهوى والهوى بتري بتري لعين سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا